موسيقى مرحبا بكم مشاهدنا في حلقة جديدة من برنامج ثقافة بلا حدود ضيفنا مؤمن بجدوى النقد حاضرا ومستقبلا باحث عن منافذه ومناهجه وقضاياه وأبعاده ناقد قادر على ترويض حكاية طراثه السردي وصاحب مشروع نقدي مساير للإبداع الجديد إنجازا ومحاورة نسعد باستضافة الدكتور شرف الدين مجدولين الناقد والأكاديمي المختص في الجماليات ونظرية الصورة والسرديات الكلاسيكية والنقد الروائي وأستاذ التعليم العالي بالمعهد الوطني للفنون الجميلة بتطوان الدكتور شرف الدين مجدولين يحدثنا اليوم عن كتابه الجديد الرسام والروائي الصورة وإنتاج الأثر وعن واقع النقد العربي وعن الحضور الروائي في الأنصاق التقافية والحقول المعرفية الدكتور شرف الدين مجدولين مرحبا بك وشكرا جزيلا لتلبية الدعوة شكرا جزيلا لك سعيد بالحضور في هذا البرنامج وسعيد بالحديث معك عن مجملة الأسئلة التي اقترحتها شكرا جزيلا إذن دكتور صدرالك حديثا كتاب الرسام والروائي الصورة وإنتاج الأثر وهو غوص في عوالم الصور والأثر والرؤى هل يمكن تقريبا من أهم التقطعات الإبداعية بين الرسام والروائي في هذا الكتاب؟ هذا الكتاب هو سعيون إلى تفكير في الرواية مجددا من خلال مدخلين فنية ومدخل التشكيلي الرواية يمكن أن نفكر فيها فقط من خلال الرصيد الروائي أو من خلال الرصيد الأدبي الذي أنتج لنا فن الرواية ولكن بالإمكان دائما بل تحتاج الرواية لكي نضيء بعض جوانبها من خلال التفكير عبر الفنون فيها يمكن أن نتحدث عن الرواية من خلال المعمار مثلا المعماري والروائي هذا إشكال قائم بل عدد كبير من الروائيين كانوا مهوسين بالعمارة إلياس خوري قدم لنا بيروت وفكر في بيروت بما هي معمار بما هي مدينة جمال الغيطاني كان مهوسا بالقاهرة وعمارة القاهرة السؤال التشكيلي أو الرصام والروائي هو سعيون إلى أن ننظر إلى الرواية من خلال هذا المدخل الفني التقاطعات هي متعددة ولها مقامات شتى لكن أول ملفة انتباهي إلى هذا الإشكال هو أنه في قراءاتي الأولى للرواية كنت دائما أقف عند مجموعة من الصور التي تكون مصاحبة لنصوصي الرواية سيما في روايات القرنين 18 و19 في أوروبا كانت للصورة حضور متميز منذ وقت مبكر كنت دائما أتساءل بيني وبين نفسي لماذا توجد هذه الصور هل يسعى الرواي لكي يقدم لنا شخصياته وفضاءاته ويعرفنا عليها من خلال هذه الصور التي يقوم بإنجازها في الغالب رصامون مغمورون كانوا يعتبرون جزءا من العمل المطبعي ولا نجد إشارة إلى أسمائهم في الغلاف أو في الصفحة الأولى التي تشير عادة إلى من قام بإعداد هذا النص المطبوع لكننا أحيانا كنا نكتشف إسما لبعض الرصام نحن نعرف جمال خطب أنه هو من قام بإنجاز الرسومات نجيب محفوظ ونعرف محيد دين اللباد وحسين بيكار كما نعرف في أوروبا عددا من الأسماء لكن في نهاية هذه الصور التي كنت أتلقاها باعتبارها جزءا من هذا النص كنت أؤجل الإجابة عن دورها لكن في لحظة ما اكتشفت أن هذا السعي إلى هذه المصاحبة ما بين نص لفظي ونص مصور وما بين لوحات وما بين صور روائية هو تضافر أو اشتغال ثنائي لإنتاج أثر النماء إنتاج لا يمكن أن ينتج لفظيا فقط هذا أشتغلت عليه مدة طويلة يعني ما يقارب العقدين من الزمن مثلا في كتاب بيان شهر زاد التشاكلات النوعية لصور الليالي حاولت وضع أسئلات الحدود الصورية وأيضا ضوابط البلاغة النوعية للصورة في ألف ليلة وليلة كان تفكيري في تلك اللحظة وفي البداية هو أن أفكر في عمل سردي تراثي انطلاقا من مفهوم بصري ومفهوم الصورة لفت انتباه عدد كبير من الصور التي كانت تصاحب بعض طبعات ألف ليلة وليلة ويمكن أن ينصرف الدهن منذ البداية إلى أن المقصود في هذا الكتاب هو تلك الصور البصرية أنا لحظتها لم أكن منشغلا بالصورة البصرية ولكن كنت أسعى لكي أضع مجموعة من المعايير لقراءة ما يمكن أن نسميه بصورة حكائية صورة في نص حكائي ليست هي صورة روائية هذا الاشتغال كان دائما منذورا للتطور أنا لم أعرف في لحظة ما أنني سوف أنصرف تدريجيا للاشتغال على الخطاب البصري لكن في تلك البدايات كنت بمعنى أشتغل عن الصورة ومن الدلالات الأساسية لكلمة صورة ذلك البعد البصري والبعد الجمالي وقد أهلني هذا الاشتغال التدريجي على نصوص نفضية شتى من الحكاية التراثية إلى الرواية إلى السينما بعد ذلك إلى الفوتوغرافيا أي لكي أشتغل على درس هو درس الدراسات البينية والذي هو فرع من الدراسات المقارنة ما بين حقلين جماليين ما بين حقلين تعبيريين يتكاملان وبينهما جسور شتى وما بينهما علاقات وطيضة قد تكون بداياتها إنسانية مجرد صداقة ما بين روائي ورصام ثم قد تنتهي في طبيعة المؤسسة الحاضنة الناشر والروائي وصاحب الجالري والرصام والوساطة القائمة ما بين الرصام والجالري وما بين الروائي والناشر دائما توجد وساطة متشابهة المحرر بالنسبة للناشر شخص مهم وأساسي في إنتاج نص بدون ثغرات وبدون أخطاء ونص مقنع بشكل جيد وبالنسبة للرصام يحتاج دائما إلى قيم إلى كيوهاتور والذي يكون دائما وسطا بينه وما بين الجالري والذي يقدم لنا تلك السردية البصرية أو تلك المحتية البصرية التي ينشرها الجالري هو ناشر في نهاية الأمر هذين الحدين من الصداقة الإنسانية إلى الإنتاج إلى إنتاج الطبق الإبداعي تتخللها مقامات شتى أتحدث عن دور تلك الصداقة الإبداعية في إنتاج حلقة فكرية وحلقة إبداعية يشترك فيها الرصام والروائي في تاريخ الفن وتاريخ الأدب كانت هذه العلاقات أساسية في إنتاج المواجهات حركة الانطباعيين لم تكن فقط حركة فنية خالصة ولكن كان فيها رصامون وكان فيها شعراء وكان فيها روائيون كانت هناك صداقة إبداعية صداقة إنسانية وصداقة إبداعية وكانت تفكير في المشترك عدد كبير من البيانات الفنية التي كتبت كتبها روائيون لفناني تشكيني إميل زولا كان نقدا فنيا قبل أن يكون روائيا وروايته المشهورة لغة هي رواية عن بول سيزان عدد كبير من الروايات كان موضوعها فني خالص سواء في دور البطولة بطولة الرصام أو النحات أو بطولة اللوحة أو الاشتغال على محاور فنية مثلا الموديل قد يكون لغزا مثيرا للاشتغال وكتبت عدد كبير من النصوص الرواية حول الموديل لعل آخرها رواية صدرت السنة الماضية للسوداني طريق الطيب والتي أطوف عاريا والتي هي رواية عن موديل ذكر الاشتغال على مفهوم المرسم أو المشغل ذلك الفضاء الضيق الذي يحتضن معاناة الفناني أو التشكيلي لساعات طويلة وكيف يضحى مغريا للاكتشاف بالنسبة إلى الروائي ما الذي يبحث عنه الروائي؟ هو يبحث عن حد ملتبس عن بؤرة مثيرة لسؤال ولقلق له كنه ضرامي ولهذا لم أفاجأ حينما كان يحدثني يوما الأستاذ محمد الأشعري عن تلك الصداقة العميقة التي جمعته سواء مع عبد الكريم الوزاني الفن عبد الكريم الوزاني أو مع المرحوم محمد القاسمي وقال له حين أنه كان يمضي أحيانا يومين في مشغل الفنان محمد القاسمي واكتشف في المشغل كيف أن العمل الفني ليس مجرد عمل ذهني فقط ولكن هو عمل عضلي عمل باليد وبالجسم وبالأعصاب وبالذهن كذلك هو شيء لا يشبه عمل الكاتب الذي هو أمام صفحة بيضاء ولا يحتاج إلى مجهود عضلي لكن الفنان هو يشتغل بأعضائه وبجسمه والنتيجة قد لا تكون في النهاية ما كان يتوق له في البداية الفنان الرسام هو لا يتوقع نهاية ما هو لا يشكل صورة ناجزة في ذهنه لذلك الأمل أحد ما أشرت إليه في كتابك الصورة السردية في الرواية والقصة والسينما قراءة في التجلية النصية إذ حاولت التفكير في اللغة السردية باعتبارها صورة كيف تتشكل هذه الصورة سرديا في أجناز الرواية والقصة القصيرة والسينما وكيف يمكن فهمها إذا كانت إبداعا حرا يستعصي الضبط كما ذكرت في الكتاب هو لا يمكن أن نضع للصور قواعد إلا على سبيل المجلز نحن نفترض مجموعة من القواعد ومجموعة من المعايير التي تسعفنا وتساعدنا على قراءة هذه الصور بشتى تجليتها سواء كانت لفظية أو بصر عسين لكن هذه الحدود هي ليست حدود ثابتة ولا نهائية هي احتمالات وهذه الاحتمالات دائما ما تنزاح بمرور الزمن وبالاختراقات الإبداعية التي يقوم بها سواء الفنانون أو الروائيون أو القصاصون أو الشعراء ولهذا نحن لا يمكن اليوم أن نتحدث عن نظريات للصورة نحن نتحدث عن نظريات للصورة من أن نتحدث عن نظريات للرواية الرواية بمفهومها في القرن الثامن عشر هي رواية اليوم ونظرية الرواية اليوم ليست هي نظرية الرواية قبل قرنين أو ثلاثة قرون تتطور وتتطور معها الحدود وتتطور معها معايير القراءة الصورة هي إبداع حر ولهذا قلت هي إبداع حر دعونا أن تكون إلى الاحتراز من الخلط بين معايير النصوص والأجناث هذا تمييز أكاديمي إلى حد بعيد لماذا؟ لأنني لا يمكن أن أقرأ الشعر بمعايير الرواية أنا لا يمكن أن أطلب من الشعر أن يكون له نفس انشغالات الرواية بالتفاصيل وبالمكان وبالحوارات وبعدة كاملة يشغلها الرواية لكي يرسم لنا مشهدا يتضمن مجموعة من اللقطات ومجموعة من الصور وأنا أوظف هنا معجما سينمائيا المشاهد هو ينتمي إلى المعجم السينمائي واللقطة هي تنتمي إلى المعجم السينمائي لكن بإمكاني أن أوظف هذا المعجم كذلك في الرواية نحن نتحدث عن المشهد الرواي هذه المفاهيم التي يشغلها الرواي والتي يشغلها السينمائي والتي تكون دائما وسيلة من وسائل الناقض والقارئ المختص هي تنتمي إلى أجناس تعبير ما هو صالح لفهم الفيلم السينمائي هو غير صالح لفهم الرواية وهو غير صالح لفهم الصورة الشعرية وغير صالح لفهم الصورة البصرية الصورة التشكيلية اللوحة أو المنحوطة توجد مجموعة من الحدود التي تجعل تلقينا لهذه الأعمال هو تلقي ضمن سياق تعبير معاوين وهو معيار الجنس الأدبي أو الجنس الفني وهو مختلف عن معايير تلقينا للنص لأنه داخل التعابير الفنية نحن نتحدث عن نصوص نصوص لها استقلالها والصور تتشكل داخل النصوص بقدر تشكلها في مصاري الجنس الأدبي سأعطي مجموعة من الأمثلة أنا قد أقرأ نصا اليوم في اللائحة القصيرة للبكر وقد أقرأها انطلاقا من رصيد قراءاتي للرواية لكن لا يمكن أن أصدر حكما كالذي قد يصدره مثلا كان بالإمكاني أن يصدره العقاد أو طعا حسين عن هذا النص قد لا يعتبره نصا روائيا من البتة ولكنه انتمع إلى مصاري تطور الفن الروائي وانتمع إلى حصيلة توجد اليوم كمنجز مقنع ومتداول وشائع لا يمكن الخلط ما بين النصوص لسبب بسيط وهي أن النصوص مستقلة وهي وليدة تجربة خاصة ولهذا الصور خضعة لسياق نصي بقدر خضوعها لسياق جنسي تتبعت حضور قارئ الرواية وضلاله ووجدته في كل الأنصاق الثقافية والحقول المعرفية حدثنا عن مقامات وطقوس قراءة الرواية حينما قلت أنه قارئ الرواية هو موجود في كل الحقول المعرفية المؤرخ هو قارئ للرواية بمعنى نمى السوسيولوجي هو قارئ للرواية بمعنى نمى الفقه هو قارئ للرواية بمعنى نمى أن كل من يشتغل داخل حقل معرفي هو قارئ للنصوص الروائية في سياق معين ولهذا عبد الله العروي في عدد كبير من أعماله التاريخي هو يستعين بالرواية بقدر استعانة عدد كبير من علماء الاجتماع بالرواية قارئ الرواية هو قارئ ضمن مصار معرفي لكنه قارئ ضمن مصار شخصي وقراءة الرواية هي تغير نظرتنا للعالم تغير نظرتنا للإبداع تغير نظرتنا للصداقات تغير نظرتنا للطعام وللألم وللمرض وحينما قلت مقامات القراءة مقامات مختلفة أنا لمكن أن أضع قراءة محترفة ممن يدرس مادة الرواية في الجامعة في نفس مقام ذلك الشخص الذي يسعى لكي يتجاوز وجعل أسنان بقراءة نص رواي في انتظار الطبيب هذا ما أشرت إليه بالرؤية النصية للواقع والناس والحياة الرؤية النصية للواقع والناس والحياة استلهمتها من نموذجين نموذج دونكي خوتي دي لامانشا ونموذج إيماء بوفاري دونكي خوتي هو شخص بات ينظر إلى واقع الحياة انطلاقا من قراءته لتراث الرواية الرومانس وإيماء بوفاري نفس الشيء تحولت نظرتها للحياة وبدأت تتعامل مع الوقائع انطلاقا من رصيد قراءتها في الدير لعدد كبير من الرواية وبتالي الوقائع باتت تتعامل ومعها باعتبر أنها ممكن أن تكون مشابهة لما يجري داخل الرواية بطبيعة الحال هو واقع مختلف لكنها تسعى لكي ترى في ذلك الواقع تحصيلا أو على الأقل نعكاسا لذلك العالم الجميل الموجود داخلنا في الفن نحن لا نشبه أنفسنا الفن هو دائما يسعى لك أن يكون أرقى وكي يكون عالما أكثر مثالية أكثر مثالية مما هو عليه في الواقع هو أكثر جمالا في نهاية المطافة حتى في القبحيات نحن نتحدث عن عن نسبة أكثر جمالا داخل الآمال الفنية ولهذا من يقرأ رواياتي كثيرا لا يمكن أن يتعامل مع الوقائع كمن لا يقرأ الرواية تماما في ظل التحولة الكبرى التي يعرفها المصار الروائي في المغرب والعالم العربي أكد شرف الدين مجدولين أن الرواية بمعنى بمعنى ما ذاكرة للألم بما هو حد مسترسل بين المشاعر والنصوغ في وعي الفرد والجماعة معا في نظرك هل نجحت الرواية العربية في مصارها نحو الحرية وهل تخطط وجاوزت وتجاوزت تلك الحدود الرواية العربية هي سجل وفي لمواقع في 150 سنة التي هي عمر الرواية نحن نتحدث عن قرن ونصف الذي هو عمر الرواية العربية هذا القرن ونصف أنجز لنا رصيدا وثائقيا ورصيدا تاريخيا مهما عن تحولات المجتمع العربي سأعطي مثالا قريبا وهو أننا حينما نتحدث في السنة الماضية عن إصدارات الروائية نحن نتحدث عن إصدارات الروائية واكبت لنا مواجات الشتات ما بعد الربيع العربي واكبت لنا تلك التحولات الفضيع التي شهدتها الدول والمجتمعات العربية التي كان يبدو لنا في لحظة ما أنها مستقرة إلى ما لا نهاية رواية عن الشتات عن الهجرة عن النزوح عن المرض عن الحرب الأهلية عن المظاهر عن خراب اجتماعي وعنهيار دول هذه الرواية هي ذاكرة للألم لكن أنا حينما انطلقت من موجة سابقة من اللحظة التي كانت فيها الرواية العربية مهووسة بتدوين ذلك الصراع الذي كان قائما داخل المجتمع ما بين حركات معارضة وما بين السلطة والتي أفضت إلى ظهور موجات المعتقلين السياسيين ممن كتبوا بعدا لذلك تجاربهم في عدد كبير من الروايات العربية وربما روايات عبد الرحمن منيف منذ بداياتها منذ شرق مموطة هي رواية عن تجربة الاعتقال السياسي هل كانت الرواية العربية منذورة لهذا العالم الجحيمي فقط أنا لا أقول أنها كانت مندورة لهذا العالم الجحيمي لكن تجربة هذه الرواية كانت في شق كبير منها تجربة مؤلمة وكانت رصيدا للألم وكانت ذاكرة لهذا الألم تجسيدا لواقع هذا الألم يجمع عدد من النقاد على غياب ما يؤسس وينظم العمل النقدي سواء بمعناه العلمي التخصصي أو بالمعنى المجتمعي التقافي كيف تنظر إلى واقع الاشتغال النقدي العربي وإلى أفق الممارسة النقدي الراهنة أعتقد دوما أننا نحتاج كنقاد لكي نكون اختراقين أي أن نتجاوز ذلك المسعى القديم إلى البحث عن شيء هلامي اسمه خطاب نقدي عربي أو نظرية نقدي عربية أو النشغال بالقواعد وبالمناهج فقط نحن بالأحرى محتاجون لكي نطور من اشتغالاتنا على النصوص وعلى المباحث الأدبية وعلى الحقول الأدبية المرتبطة بالنقد وأن نطور من خلالها آلياتنا وأن نطور لغتنا النقدية وأن نميز بشكل واضح ما بين نقد أدبي أساسي في تطوير الممارسة الإبداعية وما بين نقد تحليلي شارح هو جزء من الممارسة البحثية الموجودة داخل الجامعة والتي هي ضرورة أكاديمية ومضرورة معرفية لازمة الضور الأول هو ضور كان دائما مقرونا بالعمل اليومي وبالعمل الأسبوعي وبالحضور الدائم للناقد داخل الصحافة هذا الحضور أحيانا كثيرا كان يتم الاستهانة به بالنظر إلى أنه يعتبر نقدا صحفيا لكن السؤال من الذي سيقوم بهذا الضور إن لم يقوم به الناقد كيف ننتج نقدا مواكبا إن لم يكن نقدا ينشر في الصحافة ونترك الجانب الأدب ونتحدث عن الأداب والفنون إلا من نتحدث عن معرض فني في الصحافة هل نحتاج أن نكتب فقط ذلك النص المطبوع في الكاتالوج والذي يأخذه أقلية قليلة من المختصين ومن المهتمين بالحقل الفني نحن نحتاج إلى أن نرسخ الخطاب النقدي عبر تلك الممارسة المستمرة في الزمن والمسترسلة بشكل دائم والمواكبة والحاضنة للمنجز الإبداعي والحاضنة للأسماء الجديدة حاضنة لأنه نحن لا يمكن أن نكرس أساليب وأن نكرس نصوصا وأن نكرس تجارب وأن نسعى لتطوير حتى مفاهيمنا النقدية بدون هذه المواكبة المسترسلة في الزمن والملتصقة بالصحافة وبالإعلام ولهذا الصحافة المكتوبة المنشغلة بالمنجز والمنشغلة بآخر الإصدارات وبآخر المعارض الفنية وبآخر الأفلام لها دور جوهري ويكاد يكون أخطر من ذلك الدور الذي قد يقوم به الناقد فقط داخل أسوار الجامعة نعم تعد الوسائل التعبيرية والتواصلية من بين القضايا المؤثرة في النهوض كما ذكرت بالخطاب النقدي أي تحول يشهده النقد اليوم عبر هذه الوسائط وكيف يشتغل الناقد العربي على النص التفاعلي سأبدأ من الشقة الأول في السؤال لأنه يهموني أكثر لأن اليوم بات من الملحوظ أنه أحيانا قد يقول ناقد رأيه بخصوص عمل سواء كان عمل فنيا أو بخصوص كتاب أو رواية أو ديوان شعر في خمسة أسطر في تدوين داخل الفيسبوك يقول رأيه باختصار أنا لم يعجبني هذا العمل نظرا لكذا وكذا وكذا أو أن هذا العمل جدير بالقراءة وأنصح القراء بالعودة إليه هذه التدوينات هي تدوينات مقرؤة وعدد كبير من القراء ممن يثقون في هؤلاء يعني لنقول هؤلاء النقاد أو هؤلاء القراء المحترفون أو هؤلاء الخبراء في الحقل الفني أو في حقل الإبداعي هذه التدوينات هي تدوينات هادية في فنيات الأمر هي ليست فقط مجرد ثرثرة عابرة في وسيط عابر ولكن لها دور توجيهي ولها دور تقييمي أنا أقول أن هذا العمل سيء وهذا الكلام لا يقال عادة في المقالات المكتوبة أنا لا أقول هذا عمل سيء ولا أنصحكم به ولكنني قد أخذ راحتي في الكلام وأنا أدون في بضع جمل قصيرة رأيا بخصوص عمل الماء وهو رأي انطباعي في العادة وفيه قدر كبير من المزاجية لكن هذه المزاجية محصنة بمعيار الثقة وبمعيار المصداق الذي يمتلكه ذلك الناقد وذلك المتحدث وهذه المصداقية هي التي تجعل لذلك الرأي وقعا أو قد لا تجعل له وقعا بالعودة إلى المنصوص التفاعلية أنا لست متحمسا كثيرا لهذا المفهوم حتى حينما انتحدث عن الرواية التفاعلية نحن لا نتحدث في السياق العربي عن رصيد واضح هي يعني بعد مرور سنوات طويلة نحن أمام تجارب تكاد تكونوا محصورة على رؤوس الأصابع أنا لا أرى الرواية إلا في شكلها المطبوع المتداول والسائح الرواية التي أقتنيها وأقرأها وأقرضها لطالب لي أو لصديق ثم تتناقل ما بين الأيدي وما بين المكتبات وهذا التجوال الذي منذورة له الرواية هو تجوال مريح وتجوال مولد للمعنى ولهذا دائما أنا حينما أقارن اللوحة بالرواية أقول اللوحة هي منذورة للثبات وللتملك وللفضاءات المغلقة والرواية هي منذورة للمغامرة وللوجود المسترسل ما بين الأيدي وهي نافية لشيء اسمه التملك نعم إذن الدكتور صرف الدين مجدولين شكرا جزيلا لتلبية دعوة عن هذا الحوار الجميل شكرا جزيلا لك وشكرا للبرنامج على الدعوة الكريمة شكرا مجددا وشكرا لكم مشاهدين على حسن متابعتكم لهذه الحلقة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة